موسيقى مساء الخير و أهلا بحضراتكم إلى محطة جديدة من محطات رحلتنا إلى رمضان عام 1920 اللي توقفنا فيها كتير عند الأضايا والهموم اللي كانت بتواجه المصريين نعم النهاردة عاوز أتوقف بحضراتكم في هذه المحطة عند هم ربما يكون هم دولي الهم الدولي طول الوقت بيبقى له أثار كتير على دولة زي مصر أن مصر دولة مهمة جدا في المنطقة وعليه فإن أي تغيرات في المنطقة الدولية في النظام الدولي في العالم أي حاجة بتحصل في العالم بالضرورة هتأثر على مصر علشان كده طول الوقت حتى في اللحظات اللي احنا موجودين فيها دلوقتي احنا مهتمين باللي بيحصل دايما في العالم في عام 1920 زي ما قلت لحضراتكم قبل كده العالم كله كان خارج من أزمة كبيرة جدا أزمة كبيرة جدا هي الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الأولى للراحضة حياتها حوالي 10 مليون شخص أفرزت أو اتغير عنها كتير جدا في موازين القوة أو من الأساس أو من اللي بيقود العالم في هذه الأوقات كانت الحرب العالمية الأولى طبعا حرب طحنة بهذا الشكل كان لازم يكون نتيجة لها أن تتغير هذه القوة تطلع قوة وتنهار قوة وتتفقق قوة تخرق قوة من المعادلة تخش قوة جديدة العالم باختصار كان بتغير في هذه اللحظة كان الأهم في هذا الموضوع واللي شغل الناس في العالم كله وبالتبعية في مصر طبعا اللي بنسميه النظام العالمي الجديد أنه إيه التغير اللي هيحصل لأنه طول الوقت بعد أي أزمة كبيرة وزي أزمة الحرب العالمية وزي ما هنرجع دلوقتي للكلام اللي احنا بنشوفه في أيامنا الحاضرة دي بعد أزمة كورونا إيه العالم هيبقى شكله إيه السؤال ده أيضا من 100 سنة كان مطروح على العالم كله هو العالم هيبقى شكله إيه يعني مين اللي هيتحكم في العالم في الحقيقة اللي كان بيحصل بعد هذه الأزمة أن المنتصرين زي في كل الأزمات أن المنتصر بيملئ رطه المنتصر بيفرد شروطه المنتصر لازم يضع من الشروط والضغوط على الطرف الآخر إلا على الأقل يمنع هذا الطرف من هو يرجع يهجمه مرة أخرى أنه يمنعه من أنه يبقى له مكان في قيادة النظام الدولي الحقيقة أنه ألمانيا وتركيا كان لغم النصيب الأكبر من الضغوط والشروط إحنا بنتكلم على دولة اتذلت بإذا جاز التعبير هي ألمانيا ألمانيا الكبيرة جدا هزمت في هذه الحرب كانت عليها الضغوط والشروط قاسية جدا لدرجة الإزلال إزلال لألمانيا اتفرض عليها أنها تدفع تعوضات باعتمر أنها كانت متسببة عايز أقول لحضراتكم أن المنتصرين في الغالب بيحملوا المهزوم كل التبعات أنه كل المسئولية هو المسئول عن هذا الموضوع وعليه أنه يدفع كل التعوضات هذه التعوضات تبقى تعوضات مالية وقد حدث وتبقى تعوضات حتى من مصادر قوته من المصادر خلينا أقول الأراضي الخضاعة حتى لسيطرته حتى بما فيها الأراضي اتباع له شخصيا لدرجة أنه ألمانيا تستقطع منها الإلزاس واللورين لصالح فرنسا ابتدت ألمانيا تخش في منعطف خطير جدا وتخرج من موازين القوى الدولية علشان تطلع أصادها أو بدلها تطلع بريطانيا وفرنسا اللي بقوا بيقسموا العالم فيما بينهم وبيتحكموا في كل شيء هم خارجين منتصرين من الحرب ألمانيا خرجت من الموضوع وكمان الدولة العثمانية طبعا اتفرضت على شروط تتكلمنا عليها قبل كده تفككت تقريبا أو نهارت الدولة العثمانية انهيارا تاما وكمان كان على تركيا أنها تدفع التامن ولولا ظهور بعد كده بسنوات ولولا ظهور مصطفى كمال أتاتورك لكانت تركيا في وضع غير اللي بقت فيه بعد كده لأن مصطفى كمال أتاتورك قدر بشكل أو بآخر يحمي تركيا من مصير الانهيار اللي كان ممكن تروح مع الامبراطورية العثمانية لأنه كان في محاولة زي ما قلت زي إزلال ألمانيا كان في محاولة أيضا لإزلال الدولة العثمانية وخروج أو السيطرة على كل مستعمراتها أو على كل أراضي الخضاعة لنفوذها وأنه يحصل لجانب التركي إزلال بشكل أو بآخر كل المستعمرات اللي كانت موجودة عاليزة ما قلت لحضراتكم اتخذت منه وكمان يعني خبر كان صغير ويعني ربما يكون كان مهم في اللحظة دي أن الولايات المتحدة الأمريكية تعلن في هذه الأيام اعترفها بأرمينيا بدولة أرمينيا دولة أرمينيا اللي اتعرضت بعد كده وقبل كده كانت يعني علاقتها بالأطراق علاقة سيئة للغاية جدا وتعرضوا على إيد الأطراق لمسبحها هي الأشهر والأهم في تاريخ البشر الحديث الأطراق كانوا يعني عملوا في الأرمن كتير جدا مذابح إنسانية لا يمكن أن ينساها التاريخ المهم أن هذه الحرب نتج عنها إزلال كامل لألمانيا إزلال كامل للأمبراطورية العثمانية تشكل نظام دولي جديد تقوده فرنسا وبريطانيا هذا النظام الدولي كان له تداعيات بعد كده تشكلت عظبة الأمم إنما هذا النظام وعظبة الأمم اللي تشكلت ما قدرتش تحمي العالم من هو يروح تاني لمرحلة أخرى أو جولة أخرى من الحرب هي الحرب العالمية التانية وفضل زي ما بقول بعد كل أزمة يبقى السؤال الأساسي العالم رائع على فيه الأزمة اللي كانت حصلة واللي كانت أثرها في الحرب العالمية الأولى وما رافقها في الوانزة الأسبانية اللي تكلمنا عليها قبل كده والمشاكل اللي كان موجود فيها وزي ما قلت لحضراتكم العرب والمصريين ما كانوش بعيد عن هذا الموضوع بما أن الدولة العثمانية كان الطرف في هذه الحرب بتتكلم على حوالي 300 ألف عربي استخدمتهم أو الدولة العثمانية في الحرب فكان العرب مشاركين بشكل أو بآخر تلقوا كثيرا من الضربات والصفعات بسبب انتهاء هذه الحرب وخسارة الدولة أو الأمبراطورية العثمانية إنما ابتدى يتشكل النظام الدولي الجديد زي ما حصل قبل 100 سنة بيحصل حضراتكم دلوقتي إحنا مش في إزاء حرب وإن كانت نوع جديد من الحرب الحرب اللي إحنا موجودين فيها أو الأزمة الكبيرة اللي إحنا موجودين فيها أزمة كورونا بما إنها أزمة كبيرة جدا رجعت العالم تقريبا أكتر من 100 سنة إلى الخلف العالم الآن وكل الناس بتتحدث على هو إيه اللي هيحصل بعد كده ماذا سيحدث للعالم بعد انتهاء أزمة كورونا ربنا سهل وتنتهي بس الأول إنما كلنا بنتكلم شكل العالم هيبقى عامل إزاي إحنا بنتكلم على إنه قبل أزمة كورونا كان عندنا الخناقة الشهيرة أو الخلاف الشهير طول الوقت والتنافس ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ربما يمكن تكون بعيدة عن هذا التنافس بشكل أو بآخر إنما عندنا تنافس للقوة الدولية الولايات المتحدة تصر أو كلنا بنصف أنها تقود العالم في هذه اللحظة إنما كانت موجودة الصين والخلافات بينها موجودة طول الوقت أزمة كورونا تاني ألقى الضوء كبير جدا أو وضعت السؤال الأساسي تحت الضوء هو إيه اللي هيحصل في العالم بعد أزمة كورونا هل تتدخل الصين وتحصل على مكاسب أكبر وتناهض قوة الولايات المتحدة وتشاركها أو تنافسها أو ربما تزحها بعيدا عن قيادة العالم خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية دلوقتي في ظل ترامب مش متحمسة أو لقيادة العالم إنما طبعا بالضرورة بالأكيد أنها لا ترضى بموضوع أنها تخرج من قيادة العالم أو أن يكون لها قول فصل في قيادة العالم بالمناسبة برضو قبل مئة سنة كان الرئيس ويلسون اللي كان عنده مبادئ ويلسون الشهيرة والمثالية الشهيرة كان في آخر لحظات اعترض على المعاهدة اللي كانت معادة الصلح مع عادة فرساي وقال أنه بالطريقة دي والتسوية ده ربما يمثل وص متعار بالنسبة لولايات المتحدة الأمريكية هو كان مصر يفرد بعض الشروط الأكتر على الجانب الألماني ومن ثم نقلت الأخبار على أنه رفض قرار الجمهوريين أنه يتم الصلح بهذا الشكل كان فيه مشاكل لأنه زي ما قلت بحضراتكم كانت الرغبة أنك إزاي تمنع ألمانيا منها ترجع تعمل اللي عملته تاني زي اللي حاصل قبل مئة سنة والرئيس ويلسون يمكن يكون حاصل دلوقتي مع الرئيس تيرام بظل الأزمة اللي احنا موجودين فيها والولايات المتحدة رايحة على فين والعالم كله رايحة على فين مع الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين مع روسيا مع الاتحاد الأوروبي اللي بيعاني مشاكل كبيرة جدا إنما هتفضل الحقيقة سواء كانت قبل مئة سنة أو دلوقتي أن مع كل أزمة كبيرة ومع كل حرب بتشتعل ومع كل أزمة بيعاني منها العالم وتبقى يعني خلينا أقول بتسيطر على العالم كله يعني في بعض الأزمات حصلت وكانت كبيرة ومؤسرة جدا إنما على الأقل تأثيرها كان مقتصر على بعض الدول على بعض القرات على بعض المشاكل إنما أزمة تؤثر على العالم زي الحرب العالمية الأولى أو الحرب العالمية الثانية أو الأزمة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي اللي هي أزمة كورونا اللي بيعاني منها كل العالم مثل هذه الأزمات نتج عنها في كل الأحوال تغير الوضع بعدها بمعنى أنه طول الوقت الوضع قبلها غير الوضع بعدها اللي قبل كورونا غير اللي بعد كورونا واللي قبل الحرب العالمية الأولى غير اللي بعد الحرب العالمية الأولى وكذلك الأمر بالنسبة للحرب العالمية الثانية وتفضل طول الوقت البشرية مع المشاكل الكبيرة اللي بتواجهها بتتغير وبتطلع قوة زي ما بقوله بتنزل قوة وتنهر قوة وهكذا يحدث سواء في 100 سنة فاتهم في رمضان 1920 وما نتج عن الحرب العالمية الأولى وما يحدث في هذه اللحظة من مشكلات مؤكد أنها هتحطنا إن شاء الله إذا نظام عالمي جديد ربما أو نتمنى أنه يكون أفضل من النظام العالمي اللي كان موجود قبل أزمة كورونا وإلى هنا أصل بحضراتكم لنهاية هذه المحطة من محطات رحلتنا إلى رمضان 1920 ألقاكم في محطات أخرى مقبلة إن شاء الله دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر